أخيرا نذهب للعاصمة الإدارية الجديدة وينضم إلينا من هناك الزميل محمد أبو عيطة محمد اشرح لنا الصورة لديك تحياتي دينا بالفعل في البداية أؤكد أن هذا يوم أو هذه الليلة تفخر بها مصر وحق إليها أن تفخر بشهادة المنظمات الدولية وخاصة المنظمة الصحة العالمية كما تعلمين قد نجحت في القضاء على الغالبية العظمى من المرضى بهذا الفيروس الذي ألم المصريين كثيرا هنا في العاصمة الإدارية الاحتفالية طبعا تبدو مختلفة تماما تبدو مميزة لأنها في هذه المدينة الأيقونية التي تستعد لأن تكون المدينة الأهم في مصر ستكون هذه المدينة هي مركز الإدارة الرئيسي لكامل جمهورية مصر العربية وهي تمثل أيضا إنجازا كبيرا على طريق ميكانة الخدمات الحكومية إذن مصر نجحت في القضاء على فيروسي إلى حد كبير في خلال الفترات الماضية بشهادات دولية وأيضا بمجهود وبصناعة دوائية مصرية وجهد من الجيش الأبيض بالإضافة إلى تضافر مؤسسات الدولة جميعها في حملة 100 مليون صحة وبالتواذي مع هذا فهي لم تتوقف في حركة البناء وحركة التعمير في الصحراء وميكانت خدماتها والانتقال نحو المستقبل شكرا جزيلا زميل محمد أبو عيطة انضم إلينا من العاصمة الإدارية الجديدة في الحقيقة هذه الصور الرائعة الفوسيفساء الجميلة التي نتطلع إليها ترجمة نانسي قنقر